السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد. هنتعلم ان شاء الله في الفيديو ده ازاي نعمل شكل الخشب او تأثير الخشب على مكتبة للشاشة او على اي مكان تقدر تنفذ الشكل ده على اي مكان مهما كان. زي ما انت شايف الجنب في البداية معمول بلاستيك لونو بيج بلاستيك مائي بعد كده بنجيب بلاستيك لونو بني وبنجيب الفرشة الصغيرة وبنبتدي نعمل الصمرة بتاعة الخشب بالشكل ده. بنعمل العقل الاول. بنعمل العقل بالشكل ده الاول. وبعد كده بنعمل حواليها خطوط بتدي تأثير الشكل بتاع الخشب. طبعا بنشتغل اه بالعرض. بنعمل الخطوط بالعرض وينفعش في مكان زي كده. بنعمل خطوط بالطول خالص. بنعمل الخطوط بالطول لما نكون عايزين نعمل لوح بالطول. كأن اللوح الخشب معمول بالطول. فهنشتغل برضو كله في اتجاه واحد. زي ما انت شايف باللون البني. وبنبتدي نعمل التأثيرات في جميع آآ الاماكن بتاعت الشاشة الجيبسن برضو. طبعا الاول بيكون شكلها عشوائي ما بيتكونش شكل واحد. تقدر تعملها دايرة بيضوية او دايرة آآ عشوائية خالص. ما يعني ما تستمرش على شكل واحد. زي ما انت شايف جبنا الشاشة كلها اهو. وممكن تقلل الخطوط دي عن كده وممكن تزودها زي ما انت عايز. بعد كده بتجيب مصدس الراش وتحط فيه اللون البني اللي احنا اشتغلنا به بالفرشة. وبنبتدي نغمى الجزء اللي احنا هنعمله خشب بالشكل دا. طبعا بنحاول نخلي الشكل كله نفس التأثير. فبنعملش حتة غمقة او حتة آآ فتحة الا الاطراف. انا هنا في الشكل دا عملت الاطراف غمقة شوية عن بقية الشكل. طبعا ضروري جدا لما تجيب تشتغل في الخطوة دي تلبس كماما. هنا بنجيب المصدرة وبنعلم علامات بعد 15 سنتيمتر. بنعلم من على اليمين ومن على الشمال. بنعلم المساحة الطولية كلها زي ما انت شايف خمساشر سنتيمتر من فوق لتحت. بعد كده بنجيب المصدرة وبنجيب الفرشة القلم الصغيرة وبنجيب اللون الاسود. وبنبتدي نعمل الفواصل اللي ما بين الواح الخشب. بنبتدي نقسم المكتبة بتاعتنا الواح خشب بالشكل دا. لو مش متوفر عندك المصدرة دي ممكن تستخدم شريط العزل او ممكن تستخدم اي حيلة تانية تسطر بها او تعمل بها الخط دا. اشتغل بالمتاح عندك. هنا المساحة كانت كبيرة شوية فاجبتها على مرتين. طبعا بتعلم العلامات من فوق لتحت عشان لو فاط قطعة صغيرة او مساحة صغيرة تكون من تحت متكونش من فوق. بنيجي برضو في الجوانب وبنعمل نفس الخطوط السودة دي بنوصلها في الجوانب. تقريبا كده خلصنا بنركب الازبطات وبنشيل عزل. طبعا تغيبرة المسادس بهدرة الجامب كل دا هنصلحه دلوقتي في الخطوة الاخيرة. نجيب اللوم بتاع الجنب وبنجيب فرشة كبيرة وبنبدأ نصلح الغبرة اللي عملها المسادس. ودي كانت الخطوة الاخيرة. كده ادي كل خلص اتمنى تكونوا استفادتم واي حد عنده سؤال او اي استفسار يكتبوا في التعليقات او يبعتلي على الواتساب او الفيسبوك. هتلاقي رقم الواتساب اشتركوا في صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف تحت الفيديو واشوفك الفيديو التاني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في صفحة الفيديو اشتركوا في صفحة الفيديو اشتركوا في القناة